لعلى كل أحوال عندنا مباراة مهمة جداً طبعاً ما ننساش يوم الاثنين مباراة مؤجلة في الدولي المصري الأهلي والاتحاد السكندري مباراة الحقيقة يمكن مؤجلة من الزبور الرابع من عمر المسابقة كانت من برحل ميستر كولر قرر أن يكون راحة لمدة 24 ساعة والنهاردة رجع الفريق طبعاً بعد الـ 24 ساعة الراحة السلبية للتمرين مرة تانية استعلان لمواجهة الاتحاد يوم الاثنين اللي جاي مباراة برضو مهمة جداً والأهم منها أنك تحافظ على سلسلة اللاهزيمة سلسلة العلامة الكاملة الأهلي الغادي الوقت ماشي حتى وإن كان فيه تباين نسبي لكن أعتقد أنه احنا تجوزنا مطش المقاولين وتجوزنا مطش الطلاع في المباراة المحل الشكل اللي ظهر عليه فريق النادي الأهلي والمستوى اللي ظهر عليه نجمنا بما فيهم العقدون للظهور مرة أخرى يعني بيرسيتاو بيرجع للظهور مرة تانية وأعتقد قدم مباراة جيدة جداً نسبياً وإن كنا نتوقع وننتظر منه طبعاً الأفضل لأنه إمكانياته بتسمح بده وماشت بيرسيتاو تسمح بده لكن في النهاية إجمال الفريق ظهر بشكل أكتر من رائع كرة جماعية كرة سريعة كرة فيها إقاعة كرة فيها ضغط ده كان فيه تابرينة زي ما قلت لحضراتكم قبلها اجتماع مع لعيبة من ميسر كولر وتابرينة قوية جداً استعادة لمواجهة للتحاد السكنداري إن شاء الله تحاد فاق قوي السنة دي انطلقته بتقول كده يعني مش عارف هيقدر يكمل كده ولا لأ لكن الحقيقة عنده عناصر مميزة جداً مع مدير فني محترم جداً وبالتالي وطبعاً عنده جماهير محترمة جداً من أكتر الجماهير اللي أنا بحبها على المستوى الشخصي وبحترمها وبقدرها جماهير كرة بجد هي جماهير اتحاد السكنداري وبالتالي مباراة إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة قوية وممتعة ونحافظ فيها على العلامة الكاملة ونحافظ فيها على مشوارنا ناجح جداً مع ميسر كولر من بداية الموسم دي طبعاً لقطات من تمرينة النهاردة خدوا بالكو الكلام بدأ كتير جداً على مين ماشي ومين جايله عروض ومين غضبان ومين ما بيروحش التمرين كل ده إرمي ورى ظهرك كل ده ملوش علاقة خالص بقط اللبس ملوش علاقة بفرقة النادي الأهلي وبإذن الله إن شاء الله مش هيعطلنا ومش هيخرج لعبتنا عن تركيزهم نص لعبة الأهلي بيفوضها ناس ونص لعبة النادي الأهلي طلعت أعارة ونص لعبة الأهلي عايزة تيمشي ده ملخص الكلام اللي بيحصل على صفحات أو على منصات التواصل الاجتماعي وعلى السوشال ميديا